في السابع من يونيو 2021 احتفل الجيش الإسرائيلي بمرور أربعين سنة على عملية أوبيرا التي دمرت المفاعل النووي العراقي 17 كم عن العاصمة بغداد وهذه أول عملية هجوم وقائي حسب نيتنياهو ليقول إنها أجرت بالآف 16 فايتين فالقوم ورغم أن العراق لم تكن له صناعة نووية لكن مفاعله أزراك دمر عن آخره واحتفلت القوات الإسرائيلية بالذكرى الأربعين بقرار نيتنياهو تدمير برامج أخرى في سوريا ونوايا محتملة في هذا البلد بما فيها مركز بحثي للقول أن المنطقة محرم عليها ولو بالصدعاء الروسي أي عمل باتجاه قدرات نووية ليكون الخط الأحمر واحد على بعث العراق والسورية وأمر نيتنياهو بعملية كبرى في انتخابات إيران قبل مغادرته وتدخل الأمريكيون لمنع أي عملية منفردة وعنيفة ويمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالانتخابات بشكل كامل أي أنها تقبل بشكل جزئي المساسة بهذه الانتخابات لكن إدارة برينا ترى ضرورة إنجاز هذه العملية بشكل كامل وهذه أول مرة وشهدت دمشق غارات مع حمص انطلاقا من الأجواء اللبنانية وذلك لتجاوز أي تغيير في قواعد الاشتباك السابقة واستهدفت المنطقتين الوسطى والجنوبية ورأت مصادر أن الغارات استهدفت كتيبة للدفاع الجوي في الضمير بريف دمشق ومحيط مطار دمشق الدولي بعد عديد الرحلات الموجهات من طهران وإلى دمشق وكان مهما استهداف مركز للبحوث العلمية في منطقة جمرايا وهذا رمزيا يكشف إلى أي حد يرغب نيتنياهو في مثل هذه العملية لإرسال رسالته ضد أي مشروع متقدم نووي في المنطقة إجراء ضد إنشاء قدرات ترفضها إسرائيل كذلك استهدفت الفرقة الرابعة في منطقة السابورة غربي دمشق أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية استعادت إسرائيل مرة أخرى قواعد الاشتباك السابقة في سوريا بعد حرب غزة وانطلقت الطائرات مرة أخرى من أجواء لبنان إبعاداً لأي تغيير في قواعد الاشتباك السابقة فبالنسبة لما يسميه نيتنياهو بمواصلة الهجومات الوقائية أو عمليات الهجوم الوقائي الإسرائيلي تعتبر ضغمة مباشرة للجيش والمخابرات الإسرائيلية هكذا نعت بأنه ينتقم من صدام لكن لا يجد لصدام أثراً ولذلك فهو يحرص على أن لا يكون أثر يمكن أن يفكر فيه عربي من أجل وصول إلى قدرات نووية هكذا يصرح بشكل مباشر نيتنياهو في آخر وداعاته وكأنها وداعات يمينية يمكن أن تؤكد على أن الدولة في إسرائيل ليس مهماً فيها اليمين أو اليسار أو ما بينهما أو الطيار الديني أو غيره إنما المسألة تتعلق مباشرة بالأهداف المسطرة أهداف يمكن أن تكون قادرة على خلق فارق بالنسبة للعرب ما يسمى بين قوسين بالقدرات الاستثنائية العربية في الجوار وهذا ما يعني مباشرة أن هناك عدم الرغبة في وصول أي جوار عربي إلى ما يسميه نيتنياهو بالقدرات الاستثنائية لذلك وضع أولاً قبل أن يذهب العودة إلى قواعد الشباك السابقة في سوريا مع لبنان وأيضاً في غزة مع التهدئاء ولكن في نفس الوقت ليس هناك لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا يعني هناك تجميد لوضعية هكذا يصرح نيتنياهو نيتنياهو لا يعترف أبداً بأنه في هذه الحالة هناك هدنة أو وقف إطلاق النار فيه تجميد الحالة مع غزة هكذا ينعتها مباشرة المسألة الثانية أنه يرغب في ضرب إيران في منطقة حساسة وأيضاً في زمن حساس هذا الذي لا يرغب فيه الأمريكي لكن برينا يستعد لضرب إيران بطريقة أو بأخرى لأن المهم هو إبعاد شخصيات محددة بالنسبة له وبالنسبة للمصاد الإسرائيلي ثانياً أن بالنسبة لكل الحرائق التي مرت فبالنسبة إليه هذا حرق قلب إيران وبالنسبة إليه هذا مهم جداً لأن الحرائق هي الجزء الذي يسعفه نفسياً هذا لا يستبعده أحد لأن طبيبه النفسي قبل أن يتوفى كتب تقريراً مطولاً حول نفسية نتنياهو ومهم جداً للطلاع عليه لمعرفة كيف يفكر نتنياهو أصلاً إذن بالنسبة إليه قواعد الشباك في سوريا ما سمناه هو بالتجميد الاختياري للمواجهة مع غزة هكذا يسميها أكبر عملية يرغب فيها في أجواء الانتخابات الإيرانية يرغب في عملية تكون صادمة بالنسبة لطهران وهذا ما ترفضه السعائي السعائي ترى على أن أي عملية شديدة الخطورة سيكون لها رد فعل مباشر مع صناديق الاقتراع وهذا الذي لا يرغب فيه أبداً بايداً لأنه يرغب في وصول الاتفاق بالنسبة لنيتنياهو فإن المزيد من تطرف إيران في صالحه ولذلك فهو قرر رغم أن الكل لا يوافق على ذلك هو قرر أن يكون خط المتشدد هو أولى لأمن إسرائيل من أي طرف آخر لكن هناك تقييم للشباك يؤكد أن المسألة ليست كذلك وأن أي عملية قد يكون لها مفعول عكسي على أمن إسرائيل في المدى المتوسط قد يكون الربح على المدى القصير ولكنه ليس على المدى المتوسط والآن يمكن القول أن هناك كل من جنوب لبنان تحدي جنوب لبنان وغزة فيما النظرة التي يراها نيتنياهو واضحة بإعادة قواعد الشباك إلى مربعه الأول قبل عملية 11 يوماً في غزة لذلك فقد عاد كل شيء إلى ما كان عليه بما فيه العمليات الموجات نحو إيران وبذلك استعادت مرة أخرى إسرائيل المبادرة وقواعد الاشتباك السابقة التي هي إيجابية بالنسبة إليها هنا نطرح سؤالاً ما هي الأهداف؟ الأهداف مباشرة في ضواحي دمشق لأن هناك الكثير من الرحلات التي كانت موجاتاً من طهران إلى سوريا في اللحظة التي كان فيها الإسرائيليون مشغولون بحربهم ضد غزة وهم لا يستطيعون أن ذاك أن يفتحوا جبهة أخرى حتى لا تختلط الأوراق إذن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية مركز البحوث وهذا ليقول نتنياهو لبشار الأسد ولمن سيخرط ببشار الأسد أن أنخطى الأحمر الموضوع على صدام حسين لازهر متواصلاً وأن الذكرى الأربعين ذكرى حقيقية سيكون لها ما بعدها ولذلك فعلى السورية أن تلتزم بما سبق بعيداً عن النووي وعن الكيميائي على حد سبق المسألة الثالثة ما وقع في حمص بالنسبة لعناصر من حزب الله على وجه التحديد بالنسبة أيضاً الفرقة الرابعة إجراء موجه أساساً لإخوان بشار بأن العملية اليوم ستكون ضدكم لأن بالنسبة لبشار لا يريد الرد ولا داعي للضغط عليه لأي رد ممكن هنا يتضح كل ما يمكن أن يقال عن أمرين اثنين أولاً بالنسبة للأجواء المفتوحة للاتفاقية وضرب الأهداف انطلاقاً من البحر الأبيض المتوسط ومروراً بأجواء حميمين كل هذا لم يعد ناجعاً لسبب آخر لأن التحدي الروسي هو تحدي مع بريطانيا ومع أرقام أخرى وليس مع إسرائيل التي يريد معها التهدئة الآن والعودة إلى سابق قواعد الاشتباك فروسيا اليوم مضغوطة بشكل أكبر كما قلنا البارحة مضغوطة أكبر بخصوص العملية البريطانية البارحة فكانت عملية شديدة الأهمية وسلبية بالنسبة لموقع روسيا موقع روسيا في سوريا تزعزع مع حضور البريطاني البارحة وكان ضرورياً أمام هذا الالتفات بالنسبة لروسيا مع بريطانيا أن تطير الطائرات الإسرائيلية وتقوم بنفس القواعد الاشتباك السالفة بعيداً عن ما يسمى بالأجواء والانطلاق من البحر وإلى آخره وهذا الذي يعني مباشرةً عن الدفاعات الجوية السورية التي حاولت التهديد في أكثر من مرة خصوصاً مع الأس 300 اليوم عادت الأمور إلى مربعها الأول لأن الضغط على روسيا أصبح أقوى بكثير خصوصاً من طرف بريطانيا ونتنياهو ينجح في أكثر من أجندة أولاً الأجندة السورية الطيران انطلاقاً من سماء لبنان قواعد الشباك ما قبل العودة إلى قواعد الشباك ما قبل حرب غزة وأهم من كل ذلك هو العودة بأول مكتب للمصاد الإسرائيلي بعد سحقي 31 مكتباً إلى شمال العراق وكان هذا موقعاً من طرف نيتنياهو في آخر توقيعاته فهو وقع على 17 قرار من ضمنها القرارات الأربعة التي ذكرناها شكراً جزيلاً وإلى اللقاء